الخبر الأول اللي عادنا عن ناريني بيوتي وصول حسبها بالإنستجرام للست مليون متابع فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال العشرة مليون يا رب وطبعاً لا تنسون يا حبايب أن تباركوا لها بالكومنتات على هذا الإنجاز أرثان اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عادنا هي نورستار فنورستار نزلت على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات تعليمي خلالها لأنه رح تنزل مخاطرة رهيبة رح تصورها ويرضى الوهابي فهذا يعني أنه بعدما رح صوري هذول الأشخاص مادر الصراحة الله أعلم لا تنسون يا حبايب تكتبونا بالكومنتات على المقاطرة رح تكون ويرضى الوهابي أما اليوتيوبر الثاني اللي عادنا فهو طارق الباشا ومملكة القصص والأغنية الجديدة اللي رح تنزل يوم الخميس على قناة طارق الباشا طبعاً واحد من الأشخاص نزل مقطع وحط بها صورتي وبالأس الوقت نقلكم بالأشخاص اللي نحن ندوسهم بالأغنية رح تقوم رابط المقطع مالته بالوصف هو طبعاً شخص اللي يغني ويانا بالأغنية تشفوهو اكتبونا بالكومنتاج قيمة حمسين الخبر الثالث اللي عادنا عن نور مار وليش هو مريض فالنور مار نزل على سبب اللي انستجرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات يقول بها انه يعتذرون ما جاي يتفاعل بالسوشال ميديا ولكن ما دي عرف ليلة من النهارة واساسه ما قاعد يحس دعوه لها بالشفاء وان شاء الله يرجع لكم بقرة بوقت لا يشفي يا رب وان شاء الله يرجع لكم بقرة بوقت وطبعاً تنسون يا حبايب انه تدعو اللي بالكومنتات الخبر الرابع اللي عادنا عن موفلوكز وعيد ميلاده رح يا حبايب هو كان عيد ميلاد موفلوكز فكل عام تبخيروا اقبال مليون سنة يا رب وطبعاً موفلوكز على سبب الانستجرام وهذه البوست اللي كان به هذه الصورة اللي اللي من خلالها عن عيد ميلاده ويحتفل بي واللي شارتوا ايا اخته واحدة ثالثة طبعاً بالنسبة النارين بيوتي فهي معبرت الموضوع ولا حتى باركت له اللي بتعرفون يا حبايب انهم حالياً بينتهم صار مشاكل وما يحجونه يا بعض وحتما قاعدين يصورونه يا بعض وصولة تنسون يا حبايب انوا تباركوا له بالكومنتات على عيد ميلاده الخبر الخامس اللي عادنا عنه انسوا اصالوا وبينتهم ميلا واخيراً لاح تروح للمدرسة فانسوا اصالوا لنزوء على حساب الناس بالانستجرام في هذا البوست اللي كان بهذه الصورة الميلا ولابسها ملابس مع المدرسة ان شاء الله نتكاتب لها الله يبعث لك ايام تشبهك يا بابا وان شاء الله تكوني قدوة وامرأة حديدية مثل ماما وجددك قبلها طبعاً وفقا يا رب وان شاء الله تتفوق بدراستها وان شاء الله النجاح على طول وطبعاً يا حبايب لا تنسونا ان تدعو لها بالكومنتات انه بالنجاح الخبر الخامس اللي عادنا انا ابو فلا وزواجه فابو فلا نزع على سبب الانستجرام شوية ستوريات وبهذه الاستوريات بي واحدة من الاشخاص تقولي انه انا مسيحية وردك تتزوجني فصير رد عليها ابو فلا انه حالياً مخطوب راطقكم استوريات ما انتشوفوها وشوية استورياتها متضاحك حشوفوها تتزوجي انا مسيحية لا مو علشانك مسيحية والله والنعم جميع الادياء بس انا خطبتها جمعها خطبت دراشة مليون كيف انجح باليوتيوب شوف سؤال والله جداً عميق يا ربي امدني بالقوة التي تجعلني ارد بشكل قوي المو كيف انجح باليوتيوب انا دائماً اقول اتبع حلمك ليش اقول اتبع حلمك كثرت منها بس الحلمي انا كان اليوتيوب فلما انت تتبع حلمك في فترة زينية يمر فيها شخص اللي يشتغل مثلاً باليوتيوب الفترة هذي لا قاعد يدخل دخل مادي ولا قاعد يجي كلام حافز او كلام معنوي جميل فالفترة هذي الشي الوحيد اللي يخليك تستمر انه انت قاعد يسوي الشي اللي انت تحبه فهذا اللي خلاني استمر تقريباً سنة سنتين وانا ما قاعد اطلع حتى في مشاهداتي مرة قليلة لان انا احب الشي اللي قاعد اتسويه شكراً الخبر السابع اللي عندنا عن تهجم متابعين انسو بيسان اسماعيل على نارين بيوتي تجر هذا المقطع نارين بيوتيوية لانا دي سوي الحركة عفوية ولكن نوعاً ماي هذي الحركة عفوية بيانت ان هي زا 18 ولكن صراحة بوجهة نظري انه شايف كليش عادية ولكن بما انه جمهوري حليبياتهم مشاكل فواحد يريد ممسك على الثاني تبوني يا حباب بالكومنتاج شركة بذا خبره لنارين استحقاد التهجم اللي اتعرضت له او لا وبحصول من هنا وصلنات المقطع تمنى المقطع جابكم لا تحطون لايك تركوا بالقناة تركوا في زي ما قاتل منك القصص وبس مع السلامة